لا يزال سعر الصرف وحركة الدولار في الأسواق المحلية ترهق البنك المركزي الذي يبدو أن إجراءاته لإحتواء الأزمة لم تستطع أن تسيطر على تواتر الصعود والنزول في أسعار العملة الأمريكية الزميل مصطفى علوش التقى أعضاء في البرلمان واقتصاديين لتوضيح تداعيات هذا التذبذب وتقييم إجراءات البنك المركزي ستراتيجيات عديدة حاول من طريقها البنك المركزي احتواء أزمة الدولار إلا إنها لا نجاح لإحدها حتى الآن ادخالوا المصارف الأردنية وتسليمها مقدرات الدولار محط إشكال جديد لدى الكثير من الاقتصاديين لما لها من تداعيات على المصارف العراقية اذ ترى أوسط النيابية ضرورتها عادة النظر بالسياسة المالية وعدم إفادة القطاعات العربية على حساب المحلية بتقديري عن النظام والعمل المصرفي في العراق بحاجة إلى أن تلتفت له الحكومة المركزية وخصوصا البنك المركزي باعتبارها هي مستقلة أن يتوائم مع الضوابط والتعليمات والقوانين الدولية باعتبار هذا السوق عمل دولي واسع وبالتالي يجب أن لا يعزل العراق على هذه القضية وأنا بتقديري البوابة الحقيقية هو تأهيل مصارفنا أكانت قطاع عام أو قطاع خاص لتكون هي التي تهاجر إلى البلدان العربية فيما يرى مختصون بشأن الاقتصادي إن استراتيجية البنك المركزي يجب أن تكون وفق مبدأ الاتزان وإشراك جميع الاتجاهات المحلية والعربية والأجنبية لضمان استمرارية عمل القطاع المصرفي العراقي وإنسيابية العاملين فيه دون الإضطرار إلى تسريحهم المفروض تكون أكوى عدالة اجتماعية أكوى عدالة بالتوزيع أكوى عدالة بتوزيع الموارد التي يستحقها يعني المصرف الأجنبي أو المصرف العربي أو المصرف اللي جاي إلى نسبة معينة والباقي النسب تتوزع على المصارف العراقية ويكون جزء من المصارف العراقية هو ما يستشيل المبالغ كلها وتنطهيها وإنت تبقى متفرج أو المصارف الأخرى تبقى متفرج إحنا لا هاي نريدها ولا هاي نريدها هذا اللي نريده أن تكون موازنة يعني المستثمر اللي يجينا أيضا اللي نريده يستفيد ويفيد بنفس الوقت مصارف نحن ومع ما تذهب إليه استراتيجات السياسة المالية تبرز الحاجة إلى زيادة ترصين عمل المصارف وتقليل أعدادها وليس التوجه نحو من حرخص جديدة لمصارف عربية أو أجنبية مصطفى الوشأ الرابعة بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر